المتجوزة في بيت عيلة سلفها بيشتمها وبيغلط فيها على طول أي حد بيسيب وبيشتم دات من أرض الأخلاق اللي ممكن تحاوض الإنسان على التدني في مسألة الأخلاق يعني الناس بتستهين بالشات محاضرة النبي يقول لهم وهل يجبوا الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد لسنتهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع مقامي العالي عمره ما لتلفظ بلفظ فيه من قصى لشيء يبقى أمي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن هذا السب الذي يسبه أخه زوجك لك هو حرام ولا يجوز شرعا وأنت كذلك لا تسمح له بهذه الإهانة لأن لا يجوز للمرء أن يذل نفسه فما تسمحيش له بهذا طب إيه لازم تكوني عنيفة؟ لا تتجاوز عنه وما تسمحي لهش بهذا الكلام وأي موطن من مواطن إمكان إنه هو يسبك ولا ترفض أن أنت تكون مهودة لكي طب علاقة اللي هي محطها في حدود ديت يا سلام عليكم وعليكم سلام هي أصلا مش مطالب منها إن هي تلتزم بأقصى من ذلك إن كان بتعمل بتحسن لأهل زوجها بتحسن لأهل زوجها لأجل زوجها فيتكلم زوجها بشكل واضح أنا رافضة إنه يسيء إلي أو يسجني وهذا لا يجوز شر فهي الاقتصار عنه وعدم الوجود في المكان اللي هو فيه دوت شيء جيد ليس سيئة ليس سيئة ليس سيئة